اشتركوا في القناة ممتلكات البحرين القابضة جاء فيه المادة الأولى يستبدل بنص المادة واحد من القرار رقم واحد لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة النص التالي يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائذ رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية والاقتصاد الوطني وزير المواصلات والاتصالات وزير الصناعة والتجارة والسياحة مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة السيد سامر ماجد الجشي السيدة الهام عبدالله حسن وتكون مدة عضويتهم في مجلس الإدارة أربع سنوات ونص القرار رقم ثلاثة لسنة 2019 بتعيين رئيس تنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية جاء فيه يعين السيد خالد إبراهيم احمدان رئيسا تنفيذيا لمجلس التنمية الاقتصادية اعتبارا من الأول من سبتمبر 2019 ونص القرار رقم أربع لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم واحد لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية جاء فيه يعدل البند ثمانية عشر من المادة الأولى من القرار رقم واحد لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية ليصبح كالآتي ثمانية عشر السيد خالد عمر الرميحي المادة الثانية يضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم واحد لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية بند جديد نصه الآتي ثلاثة وعشرون السيد علي موسى شافعي ترجمة نانسي قنقر